اهلا بحضراتكم من جديد كابتن محمد حشيش شوط اول رائع من شباب الاهل يانكايب السناي شفت الشوط الاول ازاي يعني الحقيقة سيطرة من البداية من لعبة النادي الاهلي وشايف استسلام من فرقة الجونة حتى حيبان كده طبعا في الاستحواز النادي الاهلي بدأ بداية هجومية وضغط على فرقة الجونة زي ما قلنا من البداية وقدر ان هو يحرز هدفين عن طريق محمد نصير وزياد طريق هدف من اختراق من القلب والهدف الثاني من ناحية الشمال اللي هي الحقيقة كانت انشط من ناحية اليمين كان فيه الهجمات بتتكرر من ناحية الشمال اكتر من اليمين بعد كده النادي الاهلي لا يبقى يعني حسد بالراحة شوية نتيجة للتنين صفر فابتدى رتم الاداء يعني يهدى شوية شوفنا يعني استحواز كبير حيبان طبعا في الاحصائية بتاعة الاستحواز ليه النادي الاهلي ما فيش اي خطورة تذكر على يعني فريق النادي الاهلي لا فيه كرة كده على الثمنتاشر فيه كرة صد لها مصطفى الشبير في اخر دي 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 اللي هي الكرة الحية الكرة اللي صدها مصطفى كرة رائعة الحية وبعدين يعني صعوبة بتاعتها انه احنا ما سمعناش اسمه طول الشوت وقعد مريح فالكرة تيجي كده مفاجأة وصعبة الحية دي نبص معنا الكرة الحية الحية طبعا تصدي رائع تصدي رائع وكان واقف طبعا في وضع صحيح كذلك برضو الكرة اللي بعدها الكورنر على طول برضو جابها من اعلى نقطة يمكن الكورتين دولة هما اللي جمع على مصطفى اداهم بشكل كبير باقت الشوت هو استحواز من النادي الاهلي وهجمات بدون اي ايجابية من فرقة الجون على فريق النادي الاهلي كابتن احمد بلال مصطفى فوزي انت كنت مهاجم كبير شفت مصطفى فوزي ازاي خاصة ان مصطفى فوزي لو شفنا في الهدف التاني ضغط يعني ضغط على حارس المرمى واستخلص الكورة بضغط من كبير مصطفى فوزي وتمريره رائعه لزياد طارق واحرص بقى الهدف التاني هي دي لقطة الهدف التاني بص العيب يعني انا عجبني قوامه يعني قوامه كويس برجاله واسع عنده قوة في لقطة تانية بنالتي المفترض ان هو برضو الليل يعني برضو دكروي ممكن يعدان انا بنالتي واضحة كابتن خلص يعني اتعامل مع الكورة بالزكاية الحية تمام تحركاته جيدة يعني التحرك اللي عمله حية كانت تحرك جيد هنا برضو الضغط والتوقع ده يعني شيء جيد مصطفى يميز المهاجم يمكن انت كنت مهاجم دايما بتبقى متوقع الخطأ تمام دايما تحركاتك سريعة عندك زكاء عندك سرعة سرعة تصرف اللي عمله في الحتة دي هو توقع بشكل جيد جدا بصوا لقى بالكورة بسهولة كان حركته سريعة الكورة اللي فيها البنالتي تسرب بشكل سريع جدا خمة طيبة خمة طيبة كده امكاناته جيدة تمام لو سجل هدف هيتوج مجهود تمام نروح دلوقتي الملعب المباراة مع زمي الله محمد توفيق ومعاه من أرض المباراة كابتن خالد بيبو مدير قطاع النشئين بيناد الأهلي اتفضل توفيق براحب بيك مرة تانية كابتن أسامة بديو في حراك القرام ومعانا كابتن خالد بيبو رئيس قطاع النشئين بيناد الأهلي كابتن خالد بيبو براحب بيك في البداية يعني بنقولك بسم الله ما شاء الله قطاع السنة دي سواء نتائج أو أداء شكل أكثر من رائع النظام كله كويس وده ملموس في النتائج وفي الأداء أهلا بيك طبعا وبسأل مع كابتن أسامة كابتن حشيش والكابتن بيليل ومنورين طبعا قطاع النشئين النهاردة وأوب مباراة هول السنة دي وشكحيله علينا هو 2-0 في شوتر الأولاني طبعا بشكرك طبعا على وجودكو الحمد لله ربنا كرمنا ودينا مشى بشكل كويس مكمل على شغل كابتن فتحي السنة اللي فاتت أو السنتين اللي هو اشتغلهم في قطاع النشئين أنا بكمل وراه وزام احنا متعودين كلنا بنكمل وراه بعض في النادي الحمد لله يعني الأمور مشى الغدلواتي بشكل محترم جدا يعني مشيين في كل البطرات بشكل كويس موسم الحمد لله الغدلواتي ماشي بشكل محترم أعتقد من البداية كابتن كانت الخطوات واضح أنها مختلفة وثبتة خاصتنا من بداية من المعسكر إسماعلي أعتقد فرق كبير جدا مع كل الفرق والله الحمد لله احنا جهزنا الموسم بشكل كويس بداية من التعاقد مع المدير الفاني التشيكي بصراحة يعني يعني اختيار كان موفق جدا الرجل شغال بشكل محترم جدا شغال مع كل المداربين بشكل محترم شغال مع اللعبة بشكل محترم قدرنا أن نحنا نجهز من بداية بي بعدين دخلنا على السنة دي من أول موسم نقدر نعمل معسكرات كل الفرق المسابقات ستة وخمسة وثلاثة وواحد والتسعة وثلاثين كلهم خرجوا معسكر وكنا في المدينة المدينة الإسماعيلية عملنا معسكر كان يعني بشكل بي كان ناجح كنا حابين في البداية كده ان الوقت كلهم يتجمعوا كنا بفترة طويلة الكورونا والولاد ما كانوش متجمعين وكانوا فترة طويلة أو ما بيتمرنوش فكنا حابين ان احنا مقربوا مع بعض طبعا بإجراءات احترازات كانت شديدة جدا في إسماعيلية خرجنا معسكر استفدنا فيه بكل حاجة مش التدريبات بس اشتغلنا مع الولاد في حاجات كتير قوي شغل فني وشغل البدني اشتغلنا عليه بشكل كويس محاضرات فنية للولاد محاضرات فنية للمدربين محاضرات فنية للدكاتراء كمان كانوا بيخشوا معنا لمحاضرات يعني محاضرات تغزية كل الأمور اشتغلنا عليه كويس من بداية الموسم والحمد لله قدرنا أن نبدأ كويس رجعنا طبعا رجعنا دخلنا على محاضرات التحكيم وفي فترة جاء في شغالين كمان في حاجات بيجهز لها إن شاء الله تبقى كويسة جدا لقطاعيا شايف إزاعة المباراة شايف إزاعة المباراة في سودي التحديد في الناشئين النادي الأهلي شايفوا كيف وقصروا على الولاد ايه لأ حاجة كويسة طبعا الولاد الأسر مبدأين قبل الولاد الأسر تبقى نفسها تشوف من المحاضرات من المحاضرات تبقى للولاد من الأسر من هوا صغارين بيشوفوا يعني أنا بدي تحيي طبعا من خلالكم لأسر قطاعنا شئين إن فعلا بيتعبوا جدا أنا بشوف بعيني أمور بتبقى صعبة جدا الأولى الأمور بيبقوا عادين في أجواء صعبة وكل يعني يزولوا كل مجمود عشان خاطر الولاد يبقوا موجودين في الملعب فتبقى لما بيشوفوا على الترازون دي أول أمنية بتحقق له طبعا بشكر قناة الأهل إن هي قدرت إن هي تشتغل معانا على حلم الولاد وإن شاء الله نقدر نكمل مع بعض الثاني ما نشوف الولاد في حتى أحسن إن شاء الله شكرا كابتن متوفيف اللي جاء إن شاء الله شكرا إن شكرا كابتن أسامي ده قلقى أنا مع كابتن خالد بيبو من هنا من داخل أرض المباراك لو يسقطع الناشئين من نادي الأهلي العودة مرة أخرى حداك وديفكره وإحنا بنشكرك توفيق وبنشكر أيضا الكابتن خالد بيبو اللي عمل ما شاء الله شغل هاي للسنة دي في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي كابتن حشيش ما شاء الله استحواز للنادي الأهلي في الشرط الأول كامل من العجب كابتن محمد حشيش من خلال الشرط الأول من لعب النادي الأهلي يعني الحقيقة هو كلهم كويسين في أكتر من لعب متميز طبعا شكري طبعا لفت النظر في محمد نصير محمد نصير أحرز الهدف الأول بالزبط كده وفي زياد طارق برضو لعب كويس ويكمل عليهم كمان إلياس يعني التلاتة الشول في الفرقة اللي بلعبوا بالرجل الشمال لعبها متميزة مع طبعا فوزي بس عايزين نشوف فوزي يستغل بقى القامة الطويلة دي نشوف بقى في الكور العرضية أو في الكور الرأسي يعني طب نروح نشوف مع بعض يعني أبرز أرقام وإحصائيات الشوط الأول ونحللها مع كابتن أحمد بلال يعني هنستعرضها مع حضراتكم دلوقتي زي ما احنا شايفين دلوقتي طبعا الأهداف 2-0 لصالح النادي الأهلي الاستحواز 53% لصالح النادي الأهلي مقابل 47% للجونة 6 عرضيات للنادي الأهلي مقابل 4 عرضيات للجونة 4 أخطاء على دفاعات النادي الأهلي مقابل 6 للجونة كابتن بلال من خلال الأرقام الأفضلية كانت للنادي الأهلي في الشوط الأول بس فين الشوط ما فيش التصوبات مش موجود التزداد مش موجود بص حتى يعني يعني الاستحواز قريب شوية تاردى 50-47 ولكن الخطورة كلها للنادي الأهلي الهدفين الأهلي سجل هدفين الأهلي أضاء أكتر من فرصة دور ركل الجزاء غير غير محتسبة في الكورسات بتاعت الأهلي أكتر خطورة الحقيقة في حاجة كمان بتتعامل جيدة جدا التحضير واللعب على البلايند أريا أو المنطقة العكسية ودي يعني دي واحدة من ضمن الكور اللي أنا بتكلم عليها أنك بتحضر وتعمل الكورة الكورة العكسية فبتدي يعني تبقى عندك مساحة فاضية لو قدرت تستغل يعني الكورة دي لو قدرت تستغلها لو زق كويس تمام أو استلم كويس هيبقى هو هو الجود دا اللي بيشتغل عليه النادي الأهلي يعني دا اللي اشتغل عليه بشكل جواز جدا استحواز الأهلي إجاب أصفر عن هدفين وركلة جزائي غير محتسبة وتصوبات على المرمى استحواز الجونة يعني إلى حد كبير سلبي استحواز في نص ملعب لأن الأهلي حقيقة نارضا عمل شغلة كويسة هنا وترك الميزة اللي بيشتغل عليه عمر أنور أنه دايما بيلاعب ضغط في نص ملعب ما بيديش مساحة للفرق أنها تشتغل عشان كده نارضا هو متفوق بشكل كبير جدا على الجونة كمتن حشيش الهدف الأول تمريرها رائعة من اللعب إبراهيم السيد إبراهيم السيد ده الباكرايت تمام ده الدعلي تاني بالهدف الأول ده البنانت اللي بقولك عليها وساما ده دي جايبين لك ضربة الجزائي بتبلايل اللي كانت صحيح طبعا صحيح مليون في المية بس خلاك لو فيه وكرة عدت كمان لو فيه فار برضو الفار مش يحسب إن الفار بتاع اليومين دول يعني ما بيحسبش برضه الهدف الأول عايزينه يكون معنا إن الهدف الأول تمريرها رائعة من إبراهيم السيد إبراهيم السيد ده باكرايت إنه يضم في وسط الملعب ويدخل ويكام ويختارك لمحمد نصير الاستلام رائع بيحط ببطن رجله بمنتهى الكوة يعني بصراحة اختراق قوي من الباكرايت خدها وده كله رأس وبص كرة ما بين الاثنين المساكين انفراد الرجل حطها برضو بكل هدوء ببطن رجله كان هدف يعني رائع وتوقيته كمان من البداية اللي احنا قلنا عليه من البداية لأهداف الأولانية قالوا بتيجي مبكرة في مطشط زي دي يعني احنا نحس حتى بقيت الشوت كله بالنسبة للجونة إنهم اللعبها الهدفين همدوهم يعني حتى واستحواز النادي الأهلي مع الأهداف ممكن يقتل أي حد قدامه ما الفرقة التانية بتبقى مش عارفة تستخلص الكرة ما انت لو ما استخلصتش الكرة ومقاتش معاك الكرة مش هتبتدي تبني هجمات أو تروح للمرمى فهو طبعا الاستحواز مع الهدفين يعني طبعا فرق كتير مع النادي الأهلي بس أنا يعني واخد عليهم حتة إنهم الرتم هدي بعد الجونة التانية شوية استراحة أو للنتيجة إن الهدفين جم في الخمساشر دقيقة بالزبط الأول كان بيسا عن التصوات دلوقتي طلبتك أوامر لها على طول موجودة معانا على الهوى دلوقتي معانا موجودة دلوقتي التصوات بصالح النادي تلات تصوات مقابل تصواتين لصالح الجونة كابتن بلاي الشوط التاني النادي الأهلي متقدم بسناية الشوط التاني ممكن يبدأ إزاي كابتن عمر أنور بين الشوطين ممكن يقول إيه للعيب هو بس اللي ممكن يعمله كابتن عمر أنور يحافظ على يعني الرغبة اللي عند اللعيبة لأن إنت لما تبقى كسبان 2-0 خلاص اللعيبة يعني بتريح شوية الماتش بالنسبة لهم سهل مضيعين أكتر من هدف مسجلين هدفين على طول يعني بيروحوا على المرمى بشكل سريع فاخد بالك دي ممكن تخلي اللعيبة يمكن يحصل عندهم حالة من الهدوء شوية تمام وده اللي المفترض هيشتغل عليها كابتن عمر أنور أنك تلتازم زي ما اشتغل زي ما انت بتشتغل اضغط زي ما انت بتضغط ممكن تكون كسبان يعني في ثانية ممكن تتلب النتيجة تبقى 2-1 التصويب اللي تصدى لها مصطفى شوبيل طبعا يعني برضو حرس يقز عنده إمكانيات عنده قدرات أنا شايفة صدة المباراة شوف أنا أقولك بسأل حاجة أنا يعني أنا لما يبقى لعيب وابنه لعيب أنا بقى أحفز الحتة دي بصراحة وبقى سابورت جدا للقصة دي يعني لأن في ناس كتيرة جدا بتبقى ابن فلان وص معنا لقطة المباراة وصدة المباراة حاجة حاجة جميلة الحقيقة شوبيل عنده ثقة أتمنى له التوفيق طبعا هو حارس الحارس التالت في الآلي ودي حاجة مش قليلة على فكرة طبعا يبقى أنت عندك مثلا 20 سنة ولا 19 سنة وتبقى أنت الحارس التالت ومعرض يعني في وقت ما الأوقات تبقى الحارس التاني وتلعب وتلعب متشاة أو تلعب متشاة كمان بي حاجة بتديره سيخة كبيرة جدا هنا عجبني حاجة بس في اللقطة دي شو برسل هلع نفسه بالتحرك يعني ويفسل الخطوتين اللي خد الخطوتين اللي خده ما كابتن كده عشان ييفل الزاوية أه طبعا لأن الكرة متشاة جامدة جدا ومعرهيبة قوي كمان يعني يعني دي لو هو في مكانه بيطير من مكانه لأن الكرة بس وانت عارف التمنتاشنك المسافة صغيرة شوية لعيب الجنة برضو لازم نشيد بي يعني في التزيئة رقب 12 أحمد ياسر أحمد ياسر كويس وبالجيكا ده كويس وسامة برضو لعيب كويس عبد الرحمان محمد بالجيك لعيب كويس ومجدي عوض لعيب كويس ده المحطة اللي بيشتعلوا عليها واللي باصة الباصة دي يعتقد تمام هيا فرقة مش وحشة على فكرة بس تفتخذ الرغبة الكبيرة هزين نقول حاجة بلال برضو تكملها المصطفى بتنساش مصطفى ده وعتي استفاد خبرات كبيرة كتير قوي مع الدرغة الأولى بتمرم مع عارس كبير عارس ناد الأهلي ومصر خبرات كتيرة بتعلم منه أكيد من خلال التمرين والمطشات فهو وجوده في وسط برضو الفرقة الكبيرة ومع العمال قدول فرق معايا يعني شايف ما شاء الله يا عزيز بقولك صعوبة الكرة هي إنها جات مفاجأة وأنا الحارس طول المطش قاعد ما فيش حاجة جايله خالص شوالة كرة جات صح صح نو قاعد نصح صح فإنتيج كرة وحيدة وسريعة وبالمفاجأة دي وتصدى لها كده غير الكرة اللي بالعرض اللي جابها من أعلى نقطها فالحقيقة يعني جود بلية مصطفى أخيرا أنا كابتبنال سريعا واحد لازم يديله حقه في الشرط الأول زياد طارق زياد طارق تحت المهاجم من ناحية اليمين لعب مميز برضو لعب مميز حركته سريعة عنده رؤية في الملعب يمكن الجول هو سجل سجل الهدف الثاني سجل الهدف الثاني بص أنا أنا دايما بحب اللعيبة اللي عندها رؤية في الملعب اللي هي دايما عارفه حركته سريعة كده وبعرف باصي بعرف إمتى باصي وإمتى لعب عمل برضو أكتر من كرة عكس بيها الملعب وده يدل أن فيه رؤية موجودة موجودة عند زياد أتمنى له طبعا التوفيق وأتمنى لزمان لكم أنت فيه بالحقيقة أنا مش عايز بس أختص العيب لأن الفرق كلها كويس طيب عشان بيقول لي دلوقتي المباراة هتبتدي أنه روح دلوقتي الملعب المباراة مع معلقنا المميز الشبين الصغير فاروق صلاح ولكن بعد الفصل وإن شاء الله أنا ألتقي بحضراتكم بعد نهاية المباراة